بالعودة إلى شمال الشرق سوريا أنضم إلينا محمود حبيب الناطق الرسمي باسم قوات الشمال الديمقراطية التابع لقصد أهلا بك سيد محمود إذن نتحدث عن انتهاكات واعتداءات الاحتلال التركي المتكرر على مناطق الشمال وشرق سوريا بالأمس كان هناك استدافل ثلاث سيارات وأيضا منشأة خدمية تفضل تحية لك أولا سيد المشاهدين أهلا بك في أحدث الاعتداءات ومنذ الساعة وربع في تمام الساعة الخامسي كان هناك هجمي بالصاروخي ومدفعي على عين عيسى أوقعت بعض الإصابات كجرحة لم يكن هناك شهداء ولكن نعتبر أن هذه السلسلة الاعتداءات بدأت يوم أمس باستهداف منشأة في الرميلان ثم استهدفت سيارات في مدينة القامشلي ارتقى من خلال هذه الضربات شهدان وهناك صابتان خطيرتان بين المدنيين وبالتالي نستطيع القول بأن عملية الضربات عادت من جديد ويتتعوب قوم تركيا بالعودة مرة أخرى لهذه السلسلة من الهجمات على منطقتنا مستهدفة كامل المنشآت الحيوي والبنى التحتي وحياة السكان هنا لو سألنا سيد محمود ما الذي يدفع النظام التركي للاستمرار بهذه العدائية ضد مناطق شمال وشرق سوريا في الحقيقة هناك تسويق لأهداف كثيرة يوم أمس تحدث وزير الخارجي التركي بأن لدى تركيا هدف استراتيجي كبير وهو محاربة الإرهاب وساق في هذا التصريح أنه يريد أن يحارب داعش ولنعلم كيف يريد أن يحارب داعش وهو الذي ساعدها في الوجود وساعدها في البقاء ثم أضاف أنه يريد أن يحارب قوة السور الديمقراطية واتهمها بالإرهاب وهذه التصريحات لم تبرد إلا أن تم القصف على الرميلان بن طامشلي واليوم على عين عيسى إذن الهداف التركي واضحة تماما وهي احتلال المزيد من الأراضي في سوريا خلق كاريدور عربي تركوماني بدل الأخوة الكرد على تكامل الشريط مع تركيا تقويض الإدارة الزاتية وتخريب هذه التجربة وفي النهاية القضاء على وقال السور الديمقراطي كل هذه الأهداف تقوم تركيا باستغلال الظروف الدولي والإقليمي للوصول إليها إن كان عبر الاحتلال المباشر للأراضي وإن كانت تجد هذا أمرا صعبا أو هناك خطوط حمراء لين كنت تجاوزها فتهدف إلى استخدام الطيران المسير أو الصليات المدفعي والصاروخي بخطة طويلة الأمد لاحتلال الشريط الحدودي البالغ من 30 إلى 50 كم على أحداث السوري سيد محمود باعتقادك هل تستغل النظام التركي أحداث غزة اليوم والشغال العالم كله بتلك الحرب وربما التمدد وشن هجمات جديدة في شماش شرق سوريا وتحدث هنا عن احتمال ربما يكون هناك جوم بر نعم من الواضح تماما أنه يستغل الظروف الدولي والإقليمي ولا يفتأ أن يستغل تلك الظروف عندما قامت الحرب الأوكراني الروسي كذلك وجدنا هناك نصيدان كبيرا ونخترنا أنه كان على وشك احتلال مناطق جديدة من شرق سوريا لو لا أن الولايات المدهة الأمريكية عندها رفضت هذا التحرك وأنزلت تركيا بأنه لا يمكن تغيير خطوط التماس الآن الآن نعم تركيا تتباكى على ما يحدث في غزة وفي نفس الوقت هي تقوم بنفس الأعمال في منطقة شماشرق سوريا في الشهر الماضي هناك أكثر من 209 موقع تم استهدافهم في منطقة شماشرق سوريا كانت عدد الضحايا كثير جدا ما بين المدنيين والعسكريين والأهداف الحيوي كبير جدا وبالتالي يبدو أن الأردوغان يريد أن يحقق أهتفه مختبئا إلى حد ما أو مستغلا بشكل كبير جدا الظروف الدولي والإقليمي في رسل دائما ما نتحدث عن المصالح الدولية ما هي الصفقات التي تبرم اليوم بين النظام التركي لصفقات دولية لغض النظر عن هذه الجرام التي يرتكبوا هذا النظام إذا كان بالنسبة للولد المدهد الأمريكي فلا ننسى جميعا بأن أمريكا وتركيا حليفان في حلف النيتو ونرى الآن الاصطفاف الحاد لدول العالم وبالتالي لا تريد أمريكا أن تغامر بعلاقاتها مع تركيا هناك أهداف أكبر للولد المدهد الأمريكي ليس فقط في الشرق فراتو إنما كما رأيتم جميعا أن الصراع أخذ الآن أشكالا خطيرة جدا في المنطقة وبالتالي لن تضحي أمريكا الآن بحليفتها التركيا أما بالنسبة للروسيا فهناك عشرات الاتفاقيات ليس أخيرها تبادل الحبوب أو توكيل تركيا بنقل الحبوب من أوكرانيا أو حتى المشاريع الاستراتيجية والحوية من نقل الغاز إلى إنتاج محطة نووي إذن كل ذلك يصب في مصالح مشتركة ما بين الطرفين الدوليين المجدين في روسيا في سوريا وهذا ما يسمح لأردوغان كما قلنا باقتناص الفرص وباستغلال موقعه السياسي والدبلوماسي والعسكري والجغرافي في القيام بهذه الضربات ليحقق هدفه الاستراتيجي البعيد للمدى وهو احتلال شريط من الأرض السوري لا يقل عن 50 كم على كامل الشريط السوري سيد محمود تحدثنا عن استهدافة منشآت خدمية نفطية بالأمس وشهر الماضي أو قبله كان هناك استهدافات للمشآت الخدمية النفطية الطاقة الصحة المياه حتى هنا لماذا الحكومة السورية غائبة ولم تصدر أي موقف حيال ذلك؟ هناك أسباب عدي لأننا نحدث في ما هو في واجهة المشهد لنقول في البداية القرار في حكومة دمشق مرتهن للقرار الروسي من جهة والإيراني من جهة أخرى وبالتالي تحدثنا عن مصالح الروسي مع تركيا وبالتالي سيكون طلبات حكومة دمشق تحت السقف الروسي وليس أعلى منه كذلك التعاون بين تركيا وإيران واضح تماما في ملفات كسيري وبالتالي لا يستطيع حكومة دمشق أن تعلوا بصوتها عن ما تريده إيران هذا من جهة سياسي وعسكري وأمني أما من جهة الحقيقين والفاعليين على الأرض ولا يستطيع الجيش السوري بعد أن ينهيك في الحرب مع الشعب لمدة 13 عاما أن يقوم بواجهة العدو التركي أو سلاح أو الطيران التركي أو الجيش التركي أخيرا حكومة دمشق لا تعتبر أن منطقة شمال شرق سوريا مناطق خاضية على استيطرتها وبالتالي لا يعنيها ما يحدث قدمنا كثير من الملاحظات في هذا الصدد خطبنا حتى جامعة الدول العربية في هذا الصدد ولم نجد أذن صاغية إن كان من اعتداءات العسكري أو من اعتداءات عالمية نهر الفرات ولم نجد أذن صاغية سابط حموكومة دمشق تحدثنا عن أسبابه ولا نعاول عليه كثيرا نعاول على قدرتنا نحن على المواجهة وعلى ما نمتلك من أوراق طريقة حتى موقف تنديد أو رفض من هذه الحكومة على استهداف المشاهد الخدمية طبعا نتحدث عن بارنفط طاقمية كلها تخدم جميع المواطنين السوريين وليست فقط حكر على مناطق شمال شرق سوريا الموقف الغريب أنه حتى موقف تنديد أو استنكار لم يصدر هنا هذا يقودنا لأسؤال هل من الممكن أن يكون هناك ربما تنسيق أو شبه تنسيق وتفاهم بين النظام التركي وحكومة دمشق حول استهداف هذه المناطق لا أعتقد أن هذا التنسيق موجود في هذه المنطقة تحديدا وإنما لنقول أن صمت حكومة دمشق يأتي في سياق أنها ترضى بما يتعرض له قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية تريد أن تقول حكومة دمشق أن هذه تجربة فاشلة لا تستطيع حماية المنطقة ولا تستطيع حماية الاقتصاد وبالتالي يستطيعه في مرحلة ما أن يستغل تلك الفرصة ليقفز إلى واجهة المشهد من جديد أما في شمال غرب سوريا فنعم أؤكد لك ولسيد المشاهدين أن هناك مصالح مشتركة ما بين الطرفين تحدث عنها وزير الخارجي التركيا ووزير الدفاع التركيا وتحدث عنها مسؤولين سوريون لأن هناك تنسيق أمني عالي المستوى من 2012 حتى الآن وكل ما حدث على الجغرافية السورية كان بتنسيق ما بين الحكومة دمشق وأنقرة وبالتالي هناك علاقات نعم علاقات مصلحة واضحة ليس آخرها أن هناك احتلال واضح لتركيا في منطقة شمال حلب وإدلب تقف القوات السورية وميليشيات إيرانية ومدعومة من روسيا وإيران تتفرج على تلك المنطقة دون أن تقوم بأي عمل لتحريرها من احتلال التركي وهناك بعض الضربات لزر الرماد في العيون فقط وإنما هناك تنسيق ما بين المرتزقة الذين يعملون لدى تركيا وبين قوات حكومة دمشق وخطوط التماس لا تبعد بضعة أمتار عن بعضها ولا نجد أي مواجهات أو اشتباكات تقاس المصالح واضح تماما قد يكون الأسد رضية بأن تأخذ سوريا تلك المناطق بمن فيها مقابل أن يساعد أردوغان على أخماد كل حراك سوري في سوريا أو تخريب كل تجربة رائدة أو واعدة كتجربة إدارة ذاتية إذن هناك مصالح مشتركة نعم بين الطرفين ولكن في منطقة شماشرق سوريا تريد حكومة دمشق أن تتخرب هذه التجربة وأن تدمر هذه التجربة ولو كان بالأيادة التركية سيد محمود تحدثنا عن استغلال النظام التركي للظروف الراهنة ربما لشن أي اعتداءات والاستمرار في سلسلة عدوانه على مناطق شمال شرق سوريا هنا لو سألنا عن قوات سوريا الديمقراطية أين هي من المعادلة ما يحصل الآن في التوتر العسكري في المنطقة خاصة في شمال شرق سوريا في الحقيقة نحن في منطقة شمال شرق سوريا لدينا جبهات مفتوحة وأخطر ثلاث جبهات هي مواجهة العدو التركي على خطوط تماث تتجاوز 400 كم لدينا متابعة لخلايا تنظيم داعش يوميا لدينا هناك حملات أمنية لملحقة هذه الخلايا لكي تعد بالظهور من جديد لدينا عبء كبير وواجب كبير جدا في حماية سجون معتقلي ومقاتلي عناصر تنظيم داعش رهبي وسجون عوائل التنظيم كل هذه الواجبات بالإضافة إلى ما حدث مؤخرا في دير الزور من التكسيف الأمني الذي يواجه تهديدا قطيرا من الضفة الأخرى لنهر الفرهات كل هذه الانشغالات تدعونا كما يقال لسنا بصدد ما يحدث الآن في غزي لنستطيع أن نتخذ موقف تجاه هذا الأمر نحن يكفينا أن نقوم بهذه الواجبات الكبيرة أما فيما يتعلق فيما يحدث في غزي فأعتقد أنه شأن دولي إقليمي أكثر ما وشأن داخلي يمسنا وبالتالي سنقوم بكل ما يلزم نحن في الدفاع عن منطقتنا وعن أرضنا وعن أمننا تجاه أي عدوان من أي طرف كان وهذا هو الواجب الأهم والأقص أشكرك جزيل الشكر من شمال شرق سوريا محمود حبيب الناطق الرسمي باسم قوات الشمال الديمقراطي تابع لقاسة مشاهدين أن هذا بلا فاصل ثم نعود ترجمة نانسي قنقر